يترى الذهب رايح على فين الأيام والشهور اللي جاية وهنصح الأسعار هترتفع ويأنسب وقت للشراء الذهب معروف أنه ملاذ آمن في الأزمات الاقتصادية والحقيقة المصريين اشتروا كميات كبيرة خاصة في وقت ذروة أزمة نقص الدولار علشان يحفظوا قيمة فلسهم وده غير أكتر من طن الذهب دخلت مصر خلال أقل من سنة ضمن مبادرة دخول الذهب مع المغتربين بدون جمارك وخلال عشرين تلاتة وعشرين أسعار الذهب زادت جدا والجرام سعره ارتفع بسبب كثرة الإقبال عليه وبعد قرارات المركز الأخيرة ورفع أسعار الفائدة بدأ الهدوء يرجع لسوء الساعة وبدأت الأسعار تنزل بشكل كبير لغاية اليومين اللي فاتوا واللي حصل فيهم زي ألبان في سوء الذهب عالميا ووصلت الأسعار لمستويات تاريخية ومش كده وبس ده كمان فيه توقعات بأن أسعار الذهب العالمية هترتفع وده معناه ألأ كبير في أسواق الذهب في العالم كله لأن الأسواق مرتبطة ببعضها ومعروف أن أي توطف السعر العالمي هيأثر على السوق المصري بسبب الاستيراد وسعر الدولار وكل المختصين بيتوقعوا عودة ارتفاع مرة تانية للذهب التزامن مع اقتراب عيد الفطر وزيادة الأقبال على عماية الشراء للهدايا من المشغولات الذهبية لاعتبرها زينة وخزينة وهدايا قيمة لكن خلونا في التوقعات العالمية واللي مؤسسات التحليل الدولية قالت فيها زي ما قلنا إن أسعار الذهب من المتوقع أن تصل إلى مستويات قياسية جديدة بسبب حالة عدم اليقين الجو سياسي والضعف المحتمل للدولار الأمريكي والتخفيضات المحتملة في أسعار الفائدة وإن أسعار الذهب في الفترة الجاية عالميا هتتتروح عند مستوى 2080 دولارا أو حتى تتماسك أعلى عند مستويات 2000 دولارا في الفترة المتبقية من 20-24 وبتوقع المحللون أن تبقى أسعار الذهب فوق مستوى الـ 2000 دولارا في السنة القادمة مع استمرار الاندفاع العالمي نحو الذهب لكن بتشير توقعات أسعار الذهب بلوغ الأسعار إلى مستويات قياسية جديدة وإن معظم المحللين منتظرين زيادة معتدلة في أسعار الذهب في 20-25 لكن أغلب التوقعات لسعار الذهب في الخمس سنين اللي جاية بتقول إن السعر هيعدد 3000 دولار وبالتالي ارتفاع أسعار الذهب محليا وده بيخلي ناس كتير تفكر دلوقتي تستثمر في الزهب بسبب توقعات ارتفاع أسعاره في السنوات القادمة تحية لحضراتكم وإلى اللقاء نبض البنوك